انطلقت أمس بواشنطن أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب بمقر وزارة التجارة الأمريكية ترأسها بشكل مشترك وزير الصناعة والتشارة رياد مزور والممثل التجاري المساعد للولايات المتحدة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط براينت تريك وخلال افتتاح هذا اللقاء الذي حضره سفير المغرب في واشنطن يوسف العمراني وعدد من المسؤولين الأمريكيين تم استعراض سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة وبث دينامية جديدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لا سيما في قطاعات الفلاحة والنسيج والاستثمار وصناعة السيارات بهذه المناسبة أبرز السيد مزور أنه طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد المغرب شريكا متميزا ومخاطما ذا مزدقية وفاعلا موثوقا يتمتع إضافة إلى مناخه الاقتصادي الملائم لاستثمارات بقدرة خاصة على العمل بشكل أفقي ضمن الإطار الاستراتيجي المتميز لعلاقاته مع الولايات المتحدة بدوره أشهد الممثل التجاري المساعد للولايات المتحدة لمنطقة أوروبا وشرق الأوسط بهذه الدينامية